افراح تحولت الى اتراح بفعل استخدام السلاح في المناسبات اما من قبل الابناء او الاباء انفسهم اذ اصبح اطلاق الاعيرة النارية في المناسبات الاسيما العراس ظاهرة يتفخر بها الشباب بلا مبالاة وبدراية بمخاطرها على مجتمع العرس او القرى المجاورة اذا ما اودت بحياة احدهم كما حدث للشاب محمد الاصبحي الذي اخترقت جسده رصاصة في احد العراس بعزلة الاصابح بمدينة التربة ومنذ ان اختلط دمه في التراب غادرت الابتسامة لجوه واغتسلت بالدموع وهكذا تحول العرس الى عزاء لم يكن الاصبحي الاول ولا الاخير فما زال مستشفى خليفة يستقبل حالة اصابة ووفاة بفعل ثقافة المغلوطة التي سادت الاعراس خلال فترة العيد اليومين الماضيين استقبلت المستشفى ما يقارب الاثنعشر حالة اصابات الخطيرة منها كانت ثمان حالات اقريت عمليات لأربع حالات منها كانت حالات خطيرة جدا وتم تحويل حالتين الى عدن نتيجة الاصابات في خلفها قد الحاق مقبل علي اصابة نارية نتيجة راجع من السماء ادى الى تمزق الطحال وتمزق الامعاء والان هو في حالة غيبوبة كاملة بعد الرصاص رب رصاصة لا تلقي لها بال تودي بحياة من خرج يكدح من اجل لقمة العيش لأولاده او ام خرجت لاعداد الطعام لأولادها فاصبحت طعما للرصاص الراجع من السماء كما حدث لبشر الزبحاني عشية خرجت تتأمل الاعراس من مدرجات منزلها فذاهمها الموت القادم من تلك الاعراس انا بالامس الليل زوجتي قاعدت بالدرجة هذه قاعدت بالدرجة طبيعية جدا وعراس بالقرية بالبلاد والقرى المقاورة بهذا الطائش هذا الراجع وصيبه تلقى بالرص توفت على طلب ساعته رغم هذه المأساة وتزايد اعداد الضحايا فيها من يوم الى اخر الا ان الجهات الامنية والعسكرية بمديرية شمايتين جنوب تعز لم تحرك ساكنا واكتفت باضافة اسمها في المنشورات التوعوية التابعة لحملة جسد واحد التي تبنت حملة توعوية لمنهضة اطلاق الاعيرة النارية في العراس قائد القطاع العسكري بالحجرية قال انه تم القول قبض على عدد من المشاركين في اطلاق النار في العراس لكنه في نفس اليوم قتلت الشابة بشرى الذبحاني واصيب شاب اخر في منطقة المشارقة احنا لازلنا طبعا في حملات مستمر ممثلة بالقطاع العسكري وايضا ادارة امن على الشمايتين في كثير من الاعراس ايضا تم القبض على بعض الناس وايدعهم او توقفهم للحد من هذه الظاهرة السيئة راحت ارواح واصيبت اخرى امام انظار الجهات الامنية المتخاذلة تجاه حمل السلاح واطلاق النار في الاعراس حيث فتحت المجال لترسخ هذه الثقافة ولكي تحد منها وجبت تحركها وتجريم الظاهرة والقاء القبض على العريس الذي يسمع باطلاق النار في عرسه لتتخلى الجهات الامنية عن المسئولية اذا ما سقط ضحايا اعراس قوم عند قوم ما اتموا فحين تطلق رصاصة الفرح من قرية نحو السماء تكون رصاصة الموت في الارض عندما تسقط على قرية قريبة من ساحة الفرح الفرح الذي دفع ثمنه اناس ابرياء اعتادوا امطار الحياة من السماء لا رصاص الموت عبدالعزيز زبحاني من شباب من مدينة التربة بمحافظة تعز